انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترق رعد واحد يشارك فيها عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية تستمر الفعاليات لعدة أيام بميادين التدريب القتلي بقيادة قوات المظلات بمصر يشمل التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات لتبادل الخبرات التقفية بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على أعمال الاقتحام الرأسي المختلفة واكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها وتنفيذ أعمال القفز الحر والملاحة البرية والتدريب على الإسعافات الطبية لدواعي إنقاذ الحياة